لماذا تريد روسيا إخراج العملية السياسية السورية من جينيف؟ تتساءل هنا صحيفة الشرق الأوسط أبلغت دمشق المبعوث الأمم جير بيدرسن أنها لن ترسل وفدها إلى جينيف للمشاركة في الجولة التاسعة من أعمال اللجنة الدستورية في الخامس والعشرين من يوليو تموز أي تجميد مسار العملية السياسية السورية برعاية الأمم المتحدة السبب الفعلي لا يتعلق باعتراض دمشق على آلية عمل الدستورية أو مضمون المناقشات بين وفدين إحداهما مسمى من الحكومة وثاني يمثل هيئة التفاوض المعارضة واقع الحال أن قرار دمشق جاء بناء على توصية من موسكو وهو لا يتعلق أيضا باعتراض روسيا على مضمون جهود الإصلاح الدستوري السوري ومسائل مثل السيادة والأجندات الخارجية والاحتلالات بل يخص موقف سويسرا من الحرب الأوكرانية وطلاقها من الحيادية الأبدية باختصار موسكو ليست راضية عن خروج سويسرا من حياديتها بالانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الحرب الأوكرانية